طب تعالين نبدأ من الآخر السينامية كلوباترا أداء رائع جداً الموسم اللي فات مع السينامية كلوباترا دايماً أداءك رائع ودايماً ركيزة أساسية مع الفريق مع الكابتن هايسام شعبان مميز جداً مع الكابتن ديوء السيد مميز جداً في لعبين بيطلعوا وينزلوا مع المدربين أو حتى في مستويهم بس انت ركيزة أساسية غاب محمد إبراهيم بقى فيه مشكلة تواجد محمد إبراهيم بقت الأمور ميوسرة تجربتك مع السينامية كلوباترا حتى الآن لا والله تجربة الحمد لله كانت ناجحة للسنة اللي فاتت كانت أول موسم الفريق الدار ممتاز واللي انت تفنش في العشرة الأول ده طبعاً ما كانش ده طموحنا في البداية لكن مع ظروف الموسم والموسم كان طويل شوية فالحمد لله يعني كبدال الفريق البداية الحمد لله كويسة كنت أتمنى اللي احنا نبه مكان أحسن من كده ولكن احنا نتعلم اللي احنا ويعنا فيه الغلطات السنة اللي فاتت وان شاء الله نصلاح السنة لنبه مكان أحسن بالجانب السيراميكا لعبين وجهاز فني أو حتى إدارة حطوا ضغط على نفسهم مبكر يعني احنا السيراميكا الموسم اللي فات حسسنا انه داخل حينافس وعنده تشكيلة محترمة وصرحة إدارة السيراميكا عملت فريق محترم جداً بس هو اللي حسسنا انه داخلي نافس فدي بقى الدغوطات عليكم كلكم؟ اه طبعاً كان الدغوطات على الناس لان انت كمان سيراميكا السيراميكا عمل حاجة موازة جداً هو ما استغناش على كل الناس اللي كانت موجودة صح هو فيه ناس من اللي كانت في الدرجة الثانية طلعت معهم فوق صحيح والناس كلهم ما شاء الله كلهم مميزين اه فهم شهد حسين شهد حسين ناردة مصر كلها بتتكلم عليه صحيح شهد طالع معهم من تحت مع لعبة كتير موجودة من تحت طالع معهم يعني الناس كتيرا مش عاوز تتكلم لحد ما أنا بس بكلم عن شهد حسين شهد الاسم اللي هو المناور قوي فدي حاجة لما انت بداية الموسم وكنت بتكسب والمطشات الأول فدي الناس كلها حطت صراميكا في حتة كبيرة أو حتة اللي المصراميكا تبقى في المربع فالزبط فدي خلت بعض الناس برضو مش بتعود على ضغطات بتارية ضغطات تزيد عليها اللي أنا لازم أكسب كل مطش فطبعا فقدنا نقط كتير في وقت ما كنت مفروغ كنا نكسب ومكناش بنكسب كنت مفروغ كنت مفروغ كنت مفروغ كنتم